موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم خلال هذا اليوم تواصل وضع الجوي ملائم لارتفاع نسبة الرطوبة بمستوى سطح الأرض وكذلك بالطبقات الجوية السفلة مما ساهم في تواصل الضباب بالمناطق الساحلية المناطق المجاورة للغابات والسدود وكذلك لوحات الجنوب الغربي حيث كانت الرؤية منخفضة أقل من 100 متر بكل من قابس وكذلك جهة توزر وأقل كثافة بجهة باجة بعد تقشع الضباب كانت تقس مغيم جزئياً وتواصلت هذه السحب المخفضة بمناطق الشمال ودرجات الحرارة القصوى هذا اليوم تروحت إجمالاً مبين 16 و 21 درجة وكانت في حدود 14 بالمرتفعات خلال هذه الليلة ستتواصل نسبة الرطوبة عالية بكافة المناطق تقريباً وبالتالي سيكون تقس غالباً مغيم مع ظهور الضباب أخر الليل وتقس يميل إلى البرودة نوعاً ما بالمناطق الجبلية مبين 6 و 8 درجات وببقية الجهات مبين 10 و 14 درجة بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله تبقى العوام الجوية ملأمة لظهور الضباب المحلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تظهر الشمس في فترات طويلة غدوف العشية لكن من جديد ستتكاثف السحب بمناطق الشمال والسواحل الشرقية درجات الحرارة تبقى في استقرار وأقصاها يوم الغد إن شاء الله بتونس الكبرى ستكون الحرارة في حدود 18 درجة 18 أيضاً بجية الوطن القبلي بيقليبيا 17 بنابل 18 ببنزرت 17 بباجا وجندوبة وسليانة 16 بطبرقة والكاف 17 بزغوانة مع ظهور الضباب المحلي في الصباح بتالى تقص مغيم 15 درجة بالقيروان 19 وبجية الساحل بعد تقشع الضباب المحلي في الصباح ستظر شمس فترات طويلة والحرارة في حدود 18 بكل المنسوسة المناسير والمهدية ضباب محلي بسفاقس أيضاً 18 درجة بقرقنا واسفاقس بسيدي بوزيد تقص مغيم جزئياً إلى كثيفة السحب 18 درجة بالقسرين 17 مع صحب عابرة وبالجنوب الغربي ضباب محلي في الصباح خاصة بيجيه توزر 17 بقفصة 18 بيه توزر وكذلك بيجيه تقبلي بالجنوب الشرقي تتواصل عوامل جوية ملأمة لظهور الضباب المحلي خاصة بشرقي ولاية مدنين تحديداً بجربة كذلك بيقابس 17 بيقابس 17 بيجربة 18 بيمدنين 19 بتطوين الرمادة و18 درجة بأقصى الجنوب بالبرمة بالنسبة للملاحة والصيد البحري ستكون الريحة غربية إلى شمالية غربية بسواحن الشمالية أي بمنطقة سرات وخليج تونس سرعة الرياح ستكون ما بين 15 و20 عقدة والبحر سيكون قليل الإتراب فمحلياً مضطرب بخليج الحمامات إلى منطقة الشبه ستكون الريحة أيضاً غربية شمالية غربية سرعتها ما بين 15 و15 عقدة تتألقى ومؤقتاً إلى حدود 30 عقدة لكن البحر يبقى قليل الإتراب بتلك المناطق بخليج جابس ستكون الريحة غربية سرعتها ما بين 15 و20 عقدة والبحر قليل الإتراب إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين واقشوت صحب قليلة 31 درجة تقس مغيم بالداربيضاء 19 كذلك بالجزيرة العسمة 19 درجة وبترابلس صحب قليلة 19 بالخرطوم سماسافية 29 درجة 21 بالقاهرة مع بعض الصحب بمكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون الصحب قليلة 22 بالمدينة و29 بمكة و27 درجة بمسقط صحب قليلة 25 بأبوظبي أمتار محلية بالدوحة 26 درجة 21 بالكويت صحب قليلة كذلك ببغداد 18 درجة بالشرق الأوسط تقس مغيم 15 بدمشق 20 ببيروت و18 درجة بالقدس الشريف في حين باستنبول صحب كثيفة 14 درجة أمتار بروما 15 درجة وبمرسيلة صحب كثيفة مع أمتار 14 كذلك ببريس أمتار 10 درجة ثمانية بجينيف تقس كثيفة صحب ببرلين 7 درجة وأمتار بأمستردام وبريكسيل 9 درجة أمتار أيضا بلندن 9 درجة تقس كثيفة صحب بمادرين 9 وبلشبونة صحب كثيفة 13 درجة بالنسبة إلى يوم الأثنين اليوم الأول من السنة الميلادية 2024 إن شاء الله مبارك على الجميع وبالتالي ستكون الصحب عابرة تتكاثف تدريجيا إن شاء الله بمناطق شمال مع نزول بعض الأمتار المتفرقة بأقصى شمال وأعني بذلك شمال باجا سمال جندوبة وغربي ولاية بنزرت وتظهر الشمس في فترات ببقية الجهات الريح من القطاع الغربي ضعيفة فما تدد تتقوى بعد الظهر وبالتالي سيكون البحر قليل الاتراب إلى بطربة بكافة السواحل يوم الثلاثاء ستتواصل العوامل الجوية ملأمة لنزول بعض الأمتار لكن بأقصى شمال وسحب عابرة أحيانا الكثيفة ببقية الجهات الرياح ستكون غالبا شمالية غربية قوية بالسواحل الشمالية البحر المضطرب وضعيفة فما تدد تتقوى بعد الظهر بالسواحل الشرقية والبحر قليل الاتراب شرق شمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة السابعة 31 دقيقة وغروبها في الساعة الخامسة و13 دقيقة لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الواب التابع للمعهد وطني الرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88404 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد الأخير من سنة 2023 الموافق للثامن عشر من جمال الثانية سلا تصبح بداية من الساعة الخامسة و58 دقيقة الظهر ابتداء منتصف النهار 29 دقيقة العصر ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال و54 دقيقة صالة المغرب ابتداء من الساعة الخامسة وربع وصالة الأشياء ستكون بداية من الساعة السادسة و46 دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر